اتكلم عن نصب من نوع جديد وهو نصب القيصريات سمعة أطباء النساء والتوليد أصبحت على المحك ومن حكم أن أنا بأعشق مهنة النساء والتوليد أحب أن النهاردة أضع حد فاصل ما بين نصب دكتور على مريضة عشان يقنعها بطريقة ما أو بأخرى أنها لازم تعمل قيصرية وحق المريضة أنها فعلا لو محتاجة قيصرية أنا ممكن تيجي عيانة تتكلم معها في العيادة تقول لها والله يا مدام الولادة الطبيعية ده شيء لطيف جدا جدا بس خلي بالك أنت حجيلك المهبل هيتقطع والبيبي ممكن يتزنق ومش هيوصل لأكسجين وأنا مش عايزة أغامر بالموضوع ده إحنا حضرتك يعني بس ده برضو يرجع لك لو عايزة تولدي طبيعي أنا تحت أمر اليعني وبعد كده يقول لها الولادة القيصرية دي بقى هتبقى على طول وبسرعة وسهلة وحنحدد المعايات بعد ما حضرتك تخرجي إن شاء الله من الشغل اللي تيجي على المستشفى نعمل القيصرية تاني يوم أو يومين تلاتة وترتاحي وترأي انت كده بتضلل انت كده بتضلل بأسلوب شيك وأسلوب راقي ما بين قصين كده أسلوب شيك وأسلوب راقي ليه لأن حضرتك ما عندكش وقت إنك تقعد أكتر من حوالي 12 ساعة جنب العيانة عشان تولد طبيعي لأن حقها قدام ربنا إنها هتولد طبيعي ده حقها فتح البطن مش بالساهل ولما كل بكرية هتولد طبيعي هم المين اللي هتولد قيصري يعني على رأيي أنا اقتبست الجملة دي من توفيق الدئن يعني لما كل ناس عايزة تضرب مين اللي هتضرب لما كل عيانة بكرية في مصر كل سيدة بكرية في مصر هتيجي تولد طبيعي يولدوها قيصري وبعد كده هيجي الدكتور لا لا أنت الأولانية كانت قيصري فلازم الجاية تبقى قيصري طب ما كل الناس كده هتولد قيصري موسيقى